إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر نوافذ أقبل على البشرى وعش متفائلا ماذا جنى من شؤمه المتشائم واصرخ على ليل المواجع قائلا رمضان يا ليل المواجع قادم أهلا وسهلا بكم في حلقتنا لهذا اليوم التي هي بعنوان التخطيط الأسري لرمضان ضيف الحلقة وسعادة الأستاذ المهندس سعد بن عبدالله القرشي خبير التخطيط الاستراتيجي والأداء المؤسسي خبرة لأكثر من ثلاثين عاما في التخطيط والإدارة المؤسس والمشه في العام على برنامج أداء والذي يعد البرنامج الأول في العالم العربي كبرنامج متخصص في صناعة الخبراء وبناء الكفاءات الاستراتيجية في مجال التخطيط الاستراتيجي والأداء المؤسسي أهلا وسهلا بكم مرحبا مهندس سعد حياك الله و أزاكم الله خير على إتاحة الفرصة و نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن نقدم إضافة تليق بالقناة و تليق و تفيد المستمعين و المستمعات شكر الله لكم مهندس سعد التخطيط و المخططين و المؤشرات و هذه القضايا لماذا نخطط في رمضان؟ لماذا نخطط لرمضان؟ ألا يمكن أن نعيش رمضان كما يقال ببساطته دون تخطيط بالبركة كما يقال أم أن التخطيط يجب أن يكون حتى في رمضان؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا محمد و على آله و صحابته أجمعين اللهم اجعل عمالنا صالحة و لوجهك خالصة و لا تجعل لأحد فيها شيئا و نسأل سبحانه و تعالى أن يبارك لنا و لكم في الأعمال و الأعمار و أن يبلغنا شهر رمضان بأمن و إيمان و سلامه و إسلام أعتقد هذا سؤال جوهري سؤال كبير جدا و هو مفتاح أيضا للتحفيز للتخطيط لرمضان هل فعل أننا نحتاج إلى التخطيط رمضان؟ رمضان مقبل نملأ الأوقات بقراءة القرآن الصيام و هذا خير كبير و لا شك حقيقة و شهر رمضان شهر القرآن لكن أعتقد أن هناك بعض الأمور التي لو تأمننا فيها ستزيد من استعدادنا و اهتمامنا حقيقة برمضان دعني أذكر خمسة أمور و لو بشكل مختصر تجيب على هذا الاسهل الجميع اتفق بأن رمضان فرصة عظيمة و فرصة حقيقة يعني لا تقدر بثمن و هذه الفرصة هناك أمامها تحدي كبير جدا و هو أن رمضان أيام معدودات كما قال الله عز وجل فإذن هي فرصة ستنتهي بماذا سنلقها فدائما الفرصة الكبيرة ذات الوقت المحدود تحتاج إلى التخطيط هذا الرقم الأول الأمر الثاني أن الله عز وجل جعل هناك غاية عظمى و هدف سامي لشهر رمضان عندما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إذن هناك ثمرة يطمح كل شخص أن يصل إليها و يحققها من شهر رمضان المبارك و دائما هذه الثمار تحتاج إلى استعداد تحتاج إلى تهيئة تحتاج إلى اهتمام و حسن استثمار واستعداد أيضا في قوله تعالوا تأمنا في آخر سورة الحشر و لتنظر نفس ما قدمت الغد هذه الآية آية عجيبة جدا دائما عندما أقف عند هذه الآية يقول أنها اجتملت على أعظم وأثمن وأغلى وأطول تخطيط استراتيجة عرفة البشرية جميل لأن الله عزيز يقول و لتنظر نفس ما قدمت متى في هذه الدنيا لغد الآخرة إذن هو تخطيط على امتداد الحياة و رمضان هو جزء و مرحلة من هذه الحياة ربما مهندس سعد أطول المخططين مثلا يخططون الأمر لعشر أو حتى لي خمسين سنة خمسين سنة عشرين سنة ثلاثين سنة و مع التغيرات في العالم قد يكون التخطيط أقصر لكن الله عزيز يدعونا إلى أن نخطط الحياة كاملة و رمضان جزء من هذه الحياة بل لاحظ في قولي تعالى و لتنظر هنا النظر معناه التدقيق و التمحيص و التأمل و ليس أي ابن الشيخ السعدي عليه رحمة الله يقول كلمة يقول عند حديثي عن تفسير هذه يقول هذه الآية الكريمة و لتنظر نفسه هذه الآية أصل أصل في محاسبة العبد نفسه و أنه ينبغي له أن يتفقدها و أنه ينبغي أن يتفقدها الأمر الرابع المسارع في استثمار فرص الخير إذا حضرت ابن القيم له كلام جميل جدا حقيقة لعن لي أقرأه بنصه كما ورد يقول ابن القيم عليه رحمة الله في فرص الخير جميل يقول أن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة و الطاعة الآن رمضان بعد أيام سيحضر له نسأل الله أن يبلغنا و إياكم رمضان إذا حضرت له فرصة القربة و الطاعة فالحزم كل الحزم في انتهازها و المبادرة إليها و العجز في تأخيرها و التسويف بها و لا سيما إذا لم يثق بقدرته و تمكنه من أسباب تحصيلها نسأل لا يدري هل يعيش إلى رمضان القادم أو لا حتى رمضان القريب يقول فإن العزائم و الهمم سريعة الانتقاض قل ما ثبتت أو ثبتت فإن العزائم و الهمم سريعة الانتقاض قل ما ثبتت و الله سبحانه و هنا التهديد العجيب يقول من القيم و الله سبحانه يعاقب من فتح له بابا من الخير الآن رمضان سيفتح باب بعد أيام يعاقب من فتح الله له بابا من الخير فلم ينتهز بأن يحول إش العقوبة بأن يحول بين قلبه و إرادته فلا يمكنه بعد من إرادته عقوبة له وهو يريد يا سيد وهو يريد لكنه أهمل لم يبادر لم يستعد سبحانه قال فمن لم يستجب لله و رسوله إذا دعاه حال بينه و بين قلبه و إرادته فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول إذا دعاكم لما يحييكم و أعلموا أن الله يحول بين المرء و قلبه و أنه إليه تحشروا فهذه حقيقة أيضا تبين لنا أمر من الأمور التي من أجلها نهتم و أنه يهتم 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 الأمر الخامس و الأخير و هي آية عجيبة في سورة توبة قال الله عز جل وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُعُدَّهُ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَذَبَّتَهُمْ وَقِيلَ قُعدُوا مَعَ الْقَائِدِينَ هذه تكلم فيها كثير أهل التفسير تكلم فيها أرباب السلوك حقيقة و مما ذكر كلام جميل لإبن القيم عليه رحمة الله قال وَمَنْ أَرَادَ شَيْئًا هَيَّأَ لَهُ عُدَّتَهُ رغم أن هذه الآية واردة في باب الجهاد لكن ابن القيم قال في جميع الأبواب العبرة بعموم اللفظة لا بخصوص سبب وَمَنْ أَرَادَ شَيْئًا هَيَّأَ لَهُ عُدَّتَهُ لذلك المسلم حقيقة هل يجد في نفسي هذه الأيام تشوق لرمضان واستعداد لرمضان هل القلب يجد أنه ممتلئ بالعزيمة وأنه صادق لأنه يقول ولو أراد الخروض يعني هنا إذا صدق الإنسان أو أمارت صدق الإنسان في إرادة أمر حسن التهيّل وهذا يأتي مثلا بالتخطيط هذه قد تكون حقيقة بعض الأسباب التي تدعونا إلى أن نخطط للحياة عموما فنخطط لرمضان وهو جزء من هذه الحياة جميل عجيب حقيقة مهندس سعد بن عبدالله القرشي كيف أن أدبيات ونصوص القرآن والسنة وكلام السلف قضية التخطيط حاضرة فيها حقيقة كنا نظن ربما يظن كثير من السادة المشاهدين أن قضايا التخطيط قضايا مستوردة قضايا موجودة في ثقافات أخرى ونحن فقط نتأكل عليها الفتاة فقط لكن يبدو أن الأمر حاضرا بقوة في الوحيين وفي كلام السلف ولذلك لدينا حقيقة اهتمام بهذا الموضوع الذي ذكرته أستاذ عبدالعزيز ونعمل على تتبع استقراء الآيات والأحاديث الواردة في قيم التخطيط وأهمية التخطيط حتى نخرجه من جفافه وماديته وعلاقته التي يظن للناس أنها علاقة بالمورة الإدارية البحتة بل هي علاقة بالحياة بل هو في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جميل مهندس سعد ماذا عن أهم المفاهيم التي يجب استصحابها عند التخطيط لرمضان يعني نحن الآن ربما والمشاهدين مقتنعين بأهمية التخطيط بضرورته لعله مؤشر كبير على الجدية لكن ما هي المفاهيم التي يجب أن تأخذ في عين الاعتبار أثناء التخطيط تستصحب في عملية التخطيط لرمضان يمكن عندما نتحدث عن المفاهيم وزاك على خير أنك أشرت إلى أنها مفاهيم نحن لا نريد في هذا اللقاء أن نتحدث عن مسميات برامج قد تختلث من أسرة إلى أسرة نريد أن ندخل في تفاصيل قد تختلف من أسرة إلى أسرة لكن نتكلم عن المفاهيم والتوصيات والوصائل العظيمة حقيقة أو الكلية دعا نقول التي إذا تأمننا فيها وتدبرنا فيها ستجعلنا قادرين بإذن الله عز وجل على أن نتعامل مع رمضان ونستثمر بالشكل الصحيح هناك مجموعة من المفاهيم لعلنا نحاول أن نتحدث عن ما يسمح به إلا الوقت المفهوم الأول والذي يعتقد أنه سيغير نظرتنا إلى رمضان هذا المفهوم إذا تدبرنا كمان أن التخطيط للرمضان هو تخطيط للحياة كلها جميل هو تخطيط للسنة كاملة ومن ثم للسنة التي تليها رمضان التالي ثم الثالث إلى أن شاء الله أزوج هذا الأمر إذا تأمننا فيه وفهمنا حق الفهم سيغير نظرتنا إلى رمضان لن يكون رمضان أمامنا ثلاثين يوم أو تسع عشرين يوم نخطط لها نقرأ فيها قرآن نصوم هذا خير كبير جدا لكن سيكون النظر لأبعد من ذلك وبالتالي سننظر ما الذي يعني أن ننظر لرمضان بأنه تخطيط العمر هذا يؤدي إلى تغيير في بعض المفاهيم من أهمها أن رمضان مرحلة مرحلة انطلاق للتغيير الحقيقي وبالتالي هو ليس لمحصلة أمور داخل الشهر هو مرحل لما بعده فبالتالي تخطيطنا وسيكون إطلاقنا للمشاريع يكون فرصة في رمضان ولذلك لعل هذا المقاطعة لعل هذا يعني يبرر أو يفسر ما يحصل لكثير من الناس بعد رمضان تغير مثلا في الجانب العبادي أحيانا في الجانب الصحي يعني يبدو أن رمضان فعلا هي انطلاقة لما بعده هو يعني نحن اللي شبهناه تاجر ينزل إلى سوق معين يريد أن يكسب في فترة معينة ثم ينضي تاجر لا ينزل إلى سوق ليبني تجارة وسمعة لتستمر هذه التجارة وتستديم فنحن عندما ننزل إلى سوق رمضان ننزل لنبني لما بعد رمضان تستديم المكتسبات ونحافظ عليها ما بعد رمضان فهذا المفهوم الأول أيضا المفهوم الثاني الذي لا بد أن نستصعبه للتخطيط لرمضان وستثماره أن رمضان محظ تربوي إيماني تتوافر فيه ممكنات وعوامل النجاح ما لا تتوافر في غيره ففرصة للأباء والأمهات اليوم حقيقة كثير من الأسر تشكو سيد عبدالعزيز من حقيقة إشكاليات وتحديات في العصر إن لم تزاحم تربية الأبناء والبنات قد تفسدها يعني اليوم المتغيرات في العصر ضخمة جدا ولذلك الأباء يشفقون على أنفسهم ويشفقون على أسرهم ويريدون حقيقة أن يزرعون الخير في أسرهم اليوم رمضان فرصة تصفت فيه الشياطين بل مردت الشياطين فالله عزيزيز هيا لنا من مكنات النجاح في رمضان ما لم يكن فيه فيه غيره فإذا هذا يدعو إلى استثماره ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني حقيقة أن نهتم بغرس العادات الحسنة في رمضان وهذا يقودنا إلى المفهوم الثالث استثمار رمضان لتنمية قوة العمل لدينا اليوم الناس يعرفون حقيقة أهمية الصلاة يعرفون أهمية القرآن يعرفون أهمية الصيام والأخلاق الحسنة أهمية الانضباط وترتيب الوقت لكن لماذا لا يمارسون؟ ابن القيم يذكر بأن هناك في النفس أو في القلب قوتان قوة علمية وقوة عملية قد يكون القوة العلمية الحمد لله كثير من الناس لديهم هذه القوة لكن الممارسة والعمل بما نعلمه فرمضان يأتي لنستطيع أن نحرك ما لدينا من علم لكي نحوله إلى ممارسات فإنبغي عندما نخطط حقيقة أن نضع نصب عيوننا كيف نستثمر رمضان لهذا المفهوم الذي ذكرته قد يكون أيضا من الاستثمار الحقيقي لرمضان ليس بأن نملأه بمجرد عمل الصالحات عمل الصالحات خير كبير جدا لكن بدل أن نحقق مكسب ثمانين في المئة نريد أن نحقق تسعين في المئة ثلاثين في المئة ابن القيم عليه رحمة الله عندما ويمكن أنا أنقل كثير لأنه يهتم بهذا الموضوع في جانب التربية والإيمانيات عندما ذكر في كتابه مدارجة السالكين بأن الشيطان بطيء ملحه ذكر عقبات الشيطان التي يصفها أمام الإنسان فكيف أن يتأتى من الكبائر إلى الصغائر إلى البدع كذا أو قبل ذلك البدع ثم الصغير إلى أن يشغله بالمفضول عن الفاضل فنحن نراعي في رمضان ليس في التخطيط أن نقول بملئه بالخير لا بدرجات الخير المرتفعة النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه مع جويرية زوجه رضي الله عنها عندما صلى الصبح وخرج منه وما زالت تذكر الله عز وجل في مجلسها رجع إليها بعد أن تعالى النهار ضحى فقال ما زلت على حالك التي تركتك عليها كانت تذكر الله عز وجل لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لو زنتهم سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشي ومداد كلماته إذن الأذكار تتفاضل إذن الأعمال تتفاضل فإذن ينبغي أن نراعي من المفاهيم في التخطيط لرمضان أن نراعي ما المناسب لكل وقت يعني البرنامج المناسب بالشكل المناسب في الوقت المناسب هذه الثلاثية إيش البرنامج المناسب كيف يكون شكله قد يكون مسابقة قد يكون جلسة قد يكون عبر مقطع نرى في التلفزيون قبل متابعة قناة محافظة وجيدة فإذن البرنامج المناسب في الوقت المناسب بالشكل المناسب هذا أيضا مفهوم من المفاهيم أيضا هناك قول لابن القيم اسمح لأستاذ عبدالعزيز أنا أذكر هذا القول قول العجيب أن تكلم عن الوقت يقول رحمه الله فالأفضل في كل وقت وحال هذه عبودية الوقت وواجب الوقت فالأفضل في كل وقت وحال إثار مرضات الله في ذلك الوقت والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه ما علاقة بالتقطير علاقة عندما نأتي ونقول ما المناسب في يوم رمضان بين المغرب و العشاء قد يكون المناسب جلسة الأسرة مع بعضها والرفاهية فيها والتغيير الأجواء على الأبناء والبنات والزوجة قد نجد أن الوقت المناسب قبيل تناول الإفطار الاشتهاد في الدعاء قد نجد أن الوقت المناسب قبيل صلاة الفجر حقيقة الاشتغال بقيام الليل وشيء يسير فهذا المقصود عن الوقت فالأفضل في كل وقت حال إيثار مرضات الله في ذلك الوقت هذا ما نسميه واجب الوقت هذه أيضا من المفاهيم حقيقة التي ينبغي أن نتنبه إليها هناك مفهوم خامس أيضا وهو تقسيم التخطيط لرمضان إلى ثلاث مراحل ثم تقسيم مرحلة من هذه المراحل إلى ثلاث أقساء لدينا الاستعداد في شعبان ثم الاستثمار في رمضان ثم المحافظة على المكتسبات في شواله ما بعده فلما نخطط نرأي هذا الأمر هناك مرحلة استعداد وهناك مرحلة استثمار وهناك مرحلة محافظة على المكتسبات أنا ودي أن المشاهد الكريم لا يظن أن القضية بالغة التعقيد لا لا أبد القضية بسيطة نعم يمكن لكل أحد لا يلزم أن يكون أساذا كبيرا في التخطيط حتى يسبر هذه القضايا وإنما القضايا أبسط من أن ليست ساذجة ولكنها يمكن لكل مهتم وموفق أن يمارس هذه العملية ليس كذلك مهتم نعم بلى ولذلك من الأهداف حقيقة التي وضعناها نصبعينا في موضوع تخطيط الأسر رمضان هو تبصيده أن يكون مبسط ميسر وعملي ولذلك سنعرض يعني سنعرض إن شاء الله بعد قليل نتحدث عن نموذجين مبسطة جدا تساعد الأسر على كيف يمكن توظيف هذه المفاهيم من خلال نموذجين ممتاز ورقتين فقط تستطيع الأسر أن تجتمع عليها تستحضر ما ذكرناه من مفاهيم وما سنذكره أيضا حتى تحاول أن توظف هذه المفاهيم بالشكل المناسب في هذه النماذج لو تكلمنا أستاذ عبدالعزيز عن مرحلة الاستعداد في شعبان هناك ثلاثة أمور مهمة جدا مرحلة التهيئة التهيئة العلمية التهيئة المعنوية والتهيئة العملية بشكل مبسط هذا نتكلم عن البساطة حقيقة المساطة المحكمة لما نقول التهيئة النفسية الحديث عن فضائر رمضان فقط نحاول أن من الآن نعم بل وقبل ذلك يعني نكثف الحديث عن فضائر رمضان حتى تتشوق النفس لهذا الأمر هذه فيما يتعلق بالتهيئة النفسية تكون عندنا جلسات لهذا الموضوع فقط ثم نتكلم عن التهيئة العلمية أن نتعرف على بعض الأحكام الواردة في موضوع الصيام وحبّد أن نأخذها بارتباطها بالقرآن أو ارتباطها بالسنة الأحكام الواردة والحديثة ثم التهيئة العملية التهيئة العملية إن كان هناك أمور نبادر حقيقة كما يقول تموين رمضان صحيح مع عدم حقيقة الإغراق فيه مهم جدا أن نبكر فيه حتى لا يشغلنا في رمضان تهيئة مكتبة رمضان اليوم إحنا عندنا مكاتب لكن نريد أن نجمع كل ما يتحدث عن رمضان في مكان واحد أمام أعيننا ويليت يكون في المجلس الذي تجتمع فيه الأسرة بشكل أكثر يليت حقيقة يكون عندنا بعض البطاقات أو بعض اللوحات التي تعبر وتتحدث عن رمضان معلقة بعض الأمور بدون الإغراق حقيقة التي تعود الناس أن يعلقونها في البيت أو يضعونها على الأبواب هذه تجعل الناس أنهم أمام شيء جديد وبالذات الصغار يشعرون أن هناك تغير فيه شيء قادم غير ما اعتادوا عليه فبعض الزينة المبسطة ما يسمى فانوس رمضان أو غيره بدون الإغراق فيه أعتقد أن هذه من الأمور حقيقة التي تغير تطري جوا جديدا خصوصا مهند الساعد أن الأطفال يصعب أن يقتنعوا بالأشياء المجردة يحتاجون إلى ماديات إلى ملموسات حتى يشعروا بمرحلة جديدة أو بوقت جديد نعم نعم ولذلك نحتاج حقيقة أن نستخدم بعض هذه الأدوات وأعتقد كان هناك لقاء الأسبوع الماضي مع خبير هذا المجال الأستاذ فيصل بن سلمان وكان نتابعت كان لقاء حقيقة ماتع جدا وأوصي بالمناسبة للأسر بالعودة اللقاء والاطلاع عليه يعني عرض بعض النماذج كيف تستطيع أن تجعل طفلك يتعامل ويتفاعل تفاعل جيد مع القرآن عبر بعض الأمور المحسوسة المنووسة نحن حتى الكبار أنت ودك تشعر أن البيت تغير ودك تشوف بعض الترتيبات حتى الأثاث وتحريك الأثاث وما إلى ذلك فهذا ما يتعلق من موضوع الاستعداد سواء النفسي أو العلمي أو المعنوي والعملي جميل قبل أن أتقل مواند السعد أستأذنكم في فاصل قصير أن أذنتم فاصل قصير أيها الإخوة ثم نعاود الحديث معكم ومع المهندس سعد من عبدالله القرشي خبير التخطيط الاستراتيجي والأداء المؤسسي في حديث بعنوان التخطيط الأسري لرمضان فاصل قصير ثم نعاود الحديث ابقوا معنا إِنَّ الطُّمُوحَ وَالرَّجَى يَحْدُ الْفَتَاءِ لَلْعَمَلِ فَشَمِّرِ الْسَاعِدَ يَا أُخَيَّ وَتُرُوكِ الْكَسَلِ إِنَّ الطَّرِيقَ وَاضِحٌ أَنَارَهُ نُورُ الْأَمَلِ فاسلكه ثابت الخطى وحاذراً من الزلل فيه على الله اتكل موفق من اتكل واسأله تحقيق الرجا فهو مجيب من سأل أحسن به ظنًّا ولا تكسل وتابع العمل أحسن به ظنًّا ولا تكسل وتابع العمل أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام ها قد عدنا إليكم في حديث ماتعين حول التخطيط الأسري لرمضان مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم سعادة المهندس سعد بن عبدالله القرشي مرحباً مهندس سعد حياك الله لعل الوقت قد ناسب أن نتحدث عن نماذج مبسطة في موضوع التخطيط لرمضان نعم كما ذكرت سابقاً نحن أود أننا حقيقةً تكون التخطيط لرمضان مبسط ميسر متاح حقيقة للجميع لا يحتاج إلى كثير كما يقولون كثير كثير علم فحاولنا أو طورنا نموذجين نموذج كل نسميه نموذج تفصيلي ممكن لو يعرض الآن حقيقةً نتحدث عنه بإذن الله عز وجل إذن نأخذ الشريحة الأولى يعني نلاحظ أننا عندنا في الشريحة الأولى الشريحة الأولى الآن ظاهرة نحن قلنا بأن عندنا ثلاث مراحل مرحلة الاستعداد تكلمنا عنها مرحلة الاستثمار استثمار الرمضان طيب الاستثمار الرمضان هناك نموذجين النموذج الكل نتحدث عنه في البداية ما سمناه خريطة التخطيط الأسري لرمضان هي على الشاشة الآن نلاحظ أنه عندنا في أعلى نموذج شعار الأسرة في رمضان هذا المقصود به أن نضع هنا شعار تختار الأسرة تتفق عليه مثلا شعار لعلكم تتقو قد يكون شعار و مقتبس من الآيات أو من السنة قد يكون و عجلت إليك ربي لترضى قد يكون سروري بطاعة ربي فمثل هذه الشعارات قد يكون إيمانا و احتسابا المتعلقة التي تربطنا برمضان سواء في القرآن أو في الحديث فهذا نضعه كما تلاحظون في الشريحة في أعلى النموذج ثم لدينا ثلاثة أعمدة ما زلنا في هذه الشريحة ثم لدينا ثلاثة أعمدة العمود الأول يتعلق بالعشرة الأولى ثم العمود الثاني يتعلق بالعشرة الثانية ثم العمود الثالث يتعلق بالعشرة الثانية في أعلى كل عمود نلاحظ نقول العشرة الأولى من تاريخ كذا إلى عشرة مثلا تسعة أيضا سنضع شعار هناك شعار عندنا في البداية كما قلنا شعار لرمضان كامل الآن نتكلم عن شعار خاص بالعشرة الأولى ما الشعار المناسب للعشرة الأولى نختار شعار أيضا مناسب للعشر الثانية أيضا في العمود ثم شعار في العشر الثالث لو تنع العشر الثالثة في هناك فارق نقول وحبب إليه الخلاء فلاحظوا أن يتعلق بقيمة أو قليل من الليل ما يهجعون فنأخذ بعض العبارات المناسبة هل جيد مهند السعد أن يتفق الجميع على شعار واحد مثلا للعسرة نعم أم أن رب الأسرة هو من يختار الشعار هنا هذه أنت أشرت أستاذ عبد العزيزي لقضية مهمة جدا أعتبر أنها عام النجاح للتخطيط رب الأسرة نريد أن يكون هو المستشار والمدير العملية جميل ونريد حقيقة التخطيط أن يبادل له جميع الأفراد لكن نوجه نأخذ من الصغار والكبار البنين والبنات نتمنى حقيقة الأب والأم يكون دوره مشاركة لكن في الحقيقة هم يديرون العملية هم يحفزون نعم و لذلك يقولون و تصحيح أن المشاركة في التخطيط تعطي حماسا في التنفيذ نعم لأنه يشعر أنه كان صحيح قرار و لم تفرض عليه ثم نلاحظ في كل عمود من هذه الأعمدة مجال الأول الثاني الثالث الرابع الخامس قد تكون ستة قد تكون ثلاثة أربعة ما المقصود للمجال؟ قد يكون أننا مجال في رمضان مجال صحي مجال العبادات قد يكون مجال القرآن نفرض القرآن عن العبادات لأنه شهر القرآن قد يكون المجال الاجتماعي فنريد حقيقة أن نتوازن هو تحقيق التوازن بين هذه المجالات في الجانب الصحي في الجانب التعبدي في الجانب الاجتماعي في الجانب الترفيهي أيضا فهذه تكون عبارة عن المجالات لو نظرنا الآن هذا يعتبر الخريطة الكلية لرمضان لكل عمود من هذه الأعمدة كما سنلاحظ في الشريحة التالية لدينا نأخذ الشريحة التالية الشريحة التالية حقيقة كل عمود من الأعمدة الثلاثة السابقة نبدأ نتكلم هذه الشريحة تتكرر معنا ثلاث مرات المفترض في الأسرة نحن سنعرضها مرة واحدة لكن هي مكررة لدى الأسرة في التخطيل عفوا مهندس سعد تقترح أن تطبع مثلا وتعلق نعم في البداية أحب أن تكون يناقشونها على الجهاز أمامهم قبل رمضان على الشاشة ويستعدوا بعد أن تعبوا ويتفق الجميع عليها وممكن الجميع حقيقة يقومون بالتوقيع عليها بالالتزام جميل وكل أن يرى حقيقة كلمة مثلا كلمة التزم سأعمل عليها الصغير والكبير سأبذل الجميع جميل سأبذل جهدي وحتى هذا المقطع لو يوثق بالفيديو توثيق صوتيا وفيديا قبل دخول الشهر ما الذي يتفق عليه دعهم خلال الشهر يعرضون هذه الأمور حتى تذكرهم بهذا الاتفاق العظيم حقيقة والمحفز لهم فتلاحظ أن في كل شريحة هذه الشريحة تتكرر معنا ثلاث مرات في الأسر هذه الشريحة الأولى يكون موجود فيها أمام تحت كل مجال تلاحظ عندنا فيها على الآن أصبع عندنا الأعمدة عبارة عن مجال الصحي المجال الإيماني المجال مثلا نفرض للتعبدي مجال القرآن مجال الاجتماعي نبدأ نضع برامج ما البرامج التي نريد حقيقة أن ننفذها في الجانب الصحي ما البرامج التي ننفذها في الجانب القراءة القرآن قد يكون لدينا ورد من القرآن قد يكون لنا جلسة تدبر القرآن في الجانب الصحي قد يكون لدينا في قضية الغذاء أو طريقة الغذاء نريد حقيقة أن نحقق عادات كما قلت ممارسات نخرج من رمضان وقد اعتادت الأسرة عليها من الأمور التي أوصي بها عند تعبئة هذه البرامج أن نراعي في أسماء البرامج بعض المصطلحات الشرعية مثل لما نأتي لحلقة القرآن نقول يتدارسون عندنا برنامج اسمه يتدارسون تأخذ من نور القرآن نعم لما نأتي تحت الجانب الاجتماعي و لينا عمل خيري للبذل نبدأ نضع مثلا فرضا في أجود ما يكون في رمضان لما نأتي نتكلم عن القيام عندنا جلسة تعلقة بالقيام أو الأسرة تقوم بعض الأيام سويا أو كذا قليل و من الليل ما هي جهون فنختار لهذه البرامج ما يحفز عند قراءتها على عمل خير طيب قد يسأل البعض لماذا أساسا قسمنا العشر لماذا لم نجعل كامل الشهر في برنامج البرنامج هذا يبتدي معنا من لدية الشهر إلى نهاية الشهر بالتجربة هو المارس السادة عبدالعزيز النفوس ستحمس في الأسبوع الأولى للعشر الأولى و قد يصيبها شيء من الفتور و قد بعضها تعود و قد تستمر في الفتور في العشر الأواخ فكأنك تجعل محطات لمحاسبة النفس أنت تريد في كل عشر أن تخرج ببعض الإنجازات التي تحاسب نفسك عليها أيضا نريد بعض البرامج قد تناسب في العشر الأولى لا تناسب في العشر الثانية بعض البرامج قد تناسب في العشر الأولى في العشر الثانية لا تناسب في العشر الثالث أيضا رتم البرامج أو دعنا نقول مثلا رتابة طبيعة المجتمع في العشرين الأولى مختلف عن العشر الأخير أضر مثال حتى لا نطيل تلاحظ أن العشرين الأولى أغلب وقتاً راح يكون ليلة في العشر الأخير نتيجة للقيام والتهجد أغلب وقتاً راح يكون في النهر فلو كان برنامجك من بداية الشهر أن هذا الشهر على رتم واحد سيفشر البرنامج فأنت تحتاج إلى أن تختال كما قلنا البرنامج المناسب في الوقت المناسب بالشكل المناسب فقد يكون نفس البرنامج تكرر معك لكن بأشكال مناسبة في العشر الأولى عن العشر الثاني عن العشر الثالث هذا نموذجين مبسطة أعتقد أنها ممكن أي أسرة تقوم بتابعتها كما قلنا بمشاركة أفراد الأسرة وتقوم بتعليقها إذن نحن نستغنك في هذه النماذج الجميلة أن نضعها على حسابات القناة في وسائل التواصل وفي موقعها لكي يستطيع من أراد طباعتها والاستعادة منها هذا شرف لنا حقيقة شكر الله لكم طيب ما زال الحديث متصرا سعادة المهندس حول المفاهيم نعم التي يجب استصحابها أثناء التخطيط لربضان نحن قلنا بأنه التقسيم الآن إلى الاستعداد وتكلمنا عنه ثم الاستثمار وتكلمنا من خلال هذه النماذج ثم قلنا المحافظة على المكتسبات المحافظة على المكتسبات من المفاهيم المهمة جدا أن شوال إما أن يكون داعم لمكتسبات رمضان أو لا قدر الله مضيع لها ولذلك بعض الناس ما ينتبه حقيقة إلى الأسبوع الأول أو الأسبوعين الأولى من شوال فتجد أن البعض ينتقل من رمضان انتقال عجيب جدا إلى فتور يخرجه عن الدائرة المسبوع بها لكل عمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة و لكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنته فقد اهتت لكن المشكلة أنه بعض الأوقات نحن طبيعي لا نريد أن نقول بالاستمرار والتهجد يكون في الأسبوع الأول من شوال سبوع الفراح والعيد لا والانبساط يصعب أن يكون تماما مثلا كالعشر الأخير لكن عندما نخطط رمضان نخطط كيف نحافظ على المكتسبات كما قلنا ابتداء نحن لا نخطط على رمضان نخطط ليكون رمضان نقطة انطلاق لما بعده لذلك سيكون شوال داعم فنفكر ما الذي ينبغي أن نخططه في شوال من الآن في شعبان حتى ما نخرج به من مكتسبات في رمضان نحافظ عليه وينفعنا في شوال وما بعد شوال هذا أيضا من المفاهيم المهمة جدا وهي المحافظة على المكتسبات لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة رضا الله عنها أكثر ما كان من دعائه في سجوده اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينه وقد يكون من المفاهيم العظيمة جدا المفهوم إيمانا واحتسابا أستاذ عبدالعزيز لا يخب عليك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذين الشرطين في ثلاثة موابع من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إذن هذا مفهوم عظيم جدا ونحن نمضي في تطبيق برامجنا هل نحن نقوم بهذه إيمانا واحتسابا هذه قضية مهمة جدا هذه قيمة أن ننطلق في برامجنا ونطلق في تطبيقها إيمانا نحن مصدقين تصديق قوي بهذا الأمر ونحتسب الأجر من الله عز وجل مهما أصابنا من التعب مهما أصابنا من العطاش من الجوم إلى ذلك ذكرنا في أن شهر رمضان هو شهر القرآن ولذلك من المفاهيم المهمة جدا نستطيع أن نقول أن يكون تخطيط رمضان يتمحور حول القرآن وهذه نقطة نقف معها قليلة أن يكون التخطيط لرمضان يتمحور حول القرآن كيف هذا الأمر سيكون عندي برامج اجتماعية سيكون عندي برامج ترفيهية سيكون عندي برامج صحية في العبادات في القرآن لكن يريد حتى البرامج الأخرى أن تكون مستوحاة من كتاب الله عز وجل منضبطة بكتاب الله عز وجل فيصبح يعني كأننا نحن نقوم بالتدبر في كتاب الله ونعيش ونحيا مع كتاب الله لكن بصور مختلفة يعني لا شك أن القراءة والتدبر أعلاها لكن هناك صورة أخرى نحن نتكلم على الأمور الغذاء والطعام ننظر ماذا يقول القرآن عن موضوع الغذاء وعدم الإسراف فيه عندما نتكلم عن جانب الترفيه موجود في كتاب القرآن وفي السنة عندما نتكلم عن البذل نقوم برنامج في مساعدة الآخرين الجانب اجتماعي أو صلة الأقارب أو التواصل مع الجدة والجد والعم والخال والخال وما إلى ذلك القارب القرآن ماذا قال في هذا الأمر فإذن نحن نأخذ أشكال مختلفة للعيش مع القرآن لأن البعض يظن أن في رمضان أن يقبل على القرآن هذا شيء كبير جدا لكن حتى يعيش مع القرآن حقيقة ينوع صور العيش مع القرآن هذا مفهوم المفاهيم التي نبغي حقيقة أن نتأمل فيها من الأمور المهمة جدا وأكد عليها ما يسمى بضبط إيقاع البيت هذا مهم جدا في برامج اليوم نحن هناك من في الأسرة لديه عمل هناك من لديه إجازة هناك من لديه اختبار هناك الأم مشغولة ببعض الأمور فقد نجد أننا عندنا عشرة جداول سبعة جداول لكل واحد جدول مختلف عن الآخر لابد أن يكون هناك إيقاع مشترك للبيت ما يكون هذا يستيقظ وهذا ينام طبيعا يكون هناك اختلافات معينة لكن هناك قدر مشترك نراعي في التخطيط هذين لنفين هذا من عوام النجاح كما سيأتي معناه والتوصية النراعي ضبط إيقاع البيت بحيث كيف نستطيع النراعي بين اسمح لي ذا الصحة التعبير وهو الأمور المشتركة للأسرة وبين المتطلبات الفردية البرامج الفردية أنا عندي اختبار أريد حقيقة أن تفرغ هل أتفرغ في الاختبار أو للاختبار في الوقت الذي تجتمع فيه الأسرة في حلقة القرآن فمن البداية يكون هناك ضبط لهذه الأمور أيضا ضبط يقاع البيت لا يكون البيت طوال اليوم يستيقظ ويصحى وهذا يستيقظ وإنما ضبط يقاع البيت يكون باختصار من خلال معرفة ما القدر المشترك بين الأسرة في وضعه في الجدول وما المراعاة الأمور التي تخص كل شخص على أحده قد يكون المفهوم الأخير لم يكن فاتني شيء المفهوم الأخير وهو القيمة الرمضانية يعني لو تأمننا استاذ عبدالعزيز في كتاب الله عز وجل نجد أن هناك آيات تحدثت عن قيمة رمضانية أو أحاديث إيماناً واحتساباً هذه قيمة نرفعها قيمة رمضانية إذا قلتم عفواً مهندس سعاد إذا قلتم هذه قيمة أتصور أنها تحتاج إلى أن تكون حاضرة في كل البرامج حاضرة حتى في الماديات الملموسة ربما تكتب على الحائط مثلاً في صحيفة يذكرها الكبير للصغير يرددها الصغير أحياناً في نشيد أحياناً في برنامج أحياناً في مسابقة يعني تكون قضية يعني يتمحور حولها البيت كاميراً نعم صحيح أنا حاولت أجمع هنا مجموعة من القيمة الرمضانية من خلال الآية دعني أذكرها بشكل سريع ويمكن أيضاً أن توضع مع الشرائح التي ذكرتها وأقيموا الصلاة كتب عليكم الصيام وأحسنوا إن الله يحب المحسنين توبوا إلى الله توبة النصوحة شوال علاقتها بالصيام أقرضوا الله قرضاً حسناً حتى يغيروا ما بأنفسهم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا قليلاً من الليل ما يهجعون واتقوا الله الذي إليه ترجعون ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وعلى قدوسه أقرضوا الله قرضاً حسناً وغيرها من هذه مجموعة من القيم الرمضانية التي نستطيع من خلالها أن نجعل حياتنا في رمضان في غير رمضان بتمحورة حول كتاب الله عز وجل ونحيا مع كتاب الله عز وجل قد تكون هذه أستاذ عبدالعزيز يعني بشكل مختصر أبرز المفاهيم التي ينبغي حقيقة أن نستحضرها ونحن نخطط رمضان وأرجو أقول أن أسها وأساسها هو توفيق الله عز وجل إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتعاده كل هذا التخطيط إنما هو بذل للأسباب التي أمر أن الله عز وجل ونتعبت إلى الله عز وجل بأن نأخذ بهذه الأسباب لكن في الأخير حقيقة هو التوفيق من الله عز وجل جميل رائع كانت رحلة ماتعة حقيقة وحديث موفق حول أهمية التخطيط ثم المفاهيم التي يجب مراعاتها وستصحابها في عملية التخطيط حتى يكتمل المشروع وتنجح ينجح هذا العمل هل هناك توصيات مهندس سعد للسادة المشاهدين والمستمعين جزاك الله خير سعدة عز وجل طبعا نحن عندما نتكلم عن التخطيط حاولنا نركز كما قلت على المفاهيم لاحظ نحن ما حاولنا نذكر برامج تفصيلية محددة لأن الظروف ربما تختلف تختلف لكن هو هذه المفاهيم الجميع اشترك فيها كل ما ذكرنا من هذه المفاهيم الجميع النموذج يناسب لأي عسرة مع اختلاف البرامج التوصية الأولى وقد ذكرتها في نهاية المفاهيم كثرة الدعاء والانطراح والتدلل بين أيدي الله عز وجل هذا ما أوصي به حقيقة الأسرة مما ينبغي أن نشغل به هذه الأيام هذه الأيام مهم جدا حقيقة أن نشغل بين أيدي الله أن يعيننا و يسجدنا النقطة أو التوصية الثانية أتمنى أن الأسرة تستحضر بأنهم أفراد في قارب واحد جميل أفراد في قارب واحد هناك صح قيادة هناك قوامة لكن الجميع له دور هو الجميع ينتظر ماذا يفعل الأب ماذا تفعل الأم لا لا الجميع له دور وهذا من عوامل النجاح أيضا أن يكون دورنا كآباء كأمهات أن نشعر أن كل فرد له دور حقيقي نحن ندير هذه العملية نحن نقود هذه الأسرة لكن في قارب واحد ما في واحد سيجد في مين الآخر يصار فإذن هذه أيضا من عوامل أو من التوصيات المهمة جدا حتى يصل هذا القارب إلى رحلته ويصل إلى وجهته فإن لكل واحد منهم دور رئيس لا بد أن يهتم به قياس الإنجاز دائما نقول في الإدارة القياس للتطوير والتحسين وليس للوم وليس للوم يعني أنا وجدت بعد العشرة الأولى أحد الأبناء ما قاموا لخمسين وثلاثين في المئة مما مطلوب منه لا نلوم نحذر لا نلوم وإنما نبحث ونقول لماذا لم يستطع أن يقوم بما هو مطلوب منه فنحاول أن نفتش عن السبب من أجل أن نعين الإبن والبنت على تطوير فيكون ما نقدمه في العشرة الثانية أفضل ثم في العشرة الثالث لعل التحرير مهندس ساعد يساعد على قياس الأثر أنا ذكرت أنا من نقطة مهمة جدا أستاذ أرزيز كما قلنا في نهاية كل عشر نريد أن يكون لدينا إنجازات محررة محررة أنا عندي أهداف محددة خلال العشرة الأولى سأكون أنجزت كم من القرآن سأكون أنفقت كم سأكون مثلا كم لقاء التقينا أو كم أسرة ساعدنا أو اتصال أو كذا تكون هناك أمور حقيقة نسميها مستهدفات بشكل مبسط توضع نريد أن نحقيقها بنهاية كل عشرة أيام ونحاسب أنفسنا محاسبة للتطوير والتحسين لا للون وللتحفيز لا للون وهذا يذكرنا بنقطة مهمة جدا في هذا الموضوع كل فرد بحسبه يأتي أب من الخطأ يأتي بعض الأباء يستطيع أن يقرأ في ثلاثة أيام ختمه فيأخذ أبنائه بالعزيمة ويريد أن يقول فرصة رمضان والجميع يختم في ثلاثة أيام نقول ورد قرآني كم تستطيع أن سيد عبدالزيز تستطيع الله في اليوم تقرأ عشرة أجزاء أنا أستطيع جسد واحد البنت الأخرى تستطيع مقدار كذا فإذا نحن نتفق على الأمر الذي نريد أن نقوم به لكن المقدار يختلف من شخص إلى شخص هذه من عهم النجاح المهمة والتوصيات التي نريد أن نركز عليه التعامل مع كل فرد بحسبه أيضا الاحتفاء بالإنجازات الله عز وجل قول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك لفليفره نفرح لما ينتهي أسبوع وختمنا كذا من كتاب الله عز وجل ودعمنا كذا وقمنا بكذا فهذا فضل من الله عز وجل مشاركة الجميع في التخطيط كما قلنا القدوة ثم القدوة ثم القدوة يعني لنكون قدوة لأبنائنا وبناتنا أكثر من كلامنا يعني نخطط في البداية لكن بعد ذلك الذي يتكلم عن التخطيط خلال رمضان هي أفعالنا فهذه مهمة جدا عندما أقول القدوة أنا ودي بس شيء لا نقطة معينة قدوة ليس فقط الأب والأم دائما أقول الأخ الكبير والأخت الكبيرة جميل قدوة عظيمة جدا وبعض الوقات ترى الأخ الكبير والأخت الكبيرة تأثيرهم في بعض في الأبناء والبنات في بعض الأحوال بل في كدوة أكثر من لأنهم قريبين ويشعرون لا يقول الأب والله عنده أشياء وفي زمن غير زماننا أو كذا لكن الأخ والأخت تأثيرهم أكبر التوفيق بين أهداف الأفراد و أهداف الأسر و ذكرنا ذلك أختم بتوثيق الذكريات ما أجمل ذكريات رمضان السيد عبد العزيز عندما نصورها و نوثقها بالشكل المناسب ثم نأتي في شهر شوال حتى لا تخبو هذه العزيبة و نعرضها على الشاشة التلفاز و نشاهدها و نشاهد كيف كنا في رمضان نلتقي كيف كنا نختم القرآن في رمضان كيف كنا حقيقة نقبل على الطاعات في رمضان هذه الذكريات مرة أخرى تأخذنا إلى المكان الصح حتى و إن حصل شيء منه ثم بالتجربة وبعض الأسر عملتها بين فترة أخرى يعرض نفس الذكريات ستجد أثرها جميل على الأسرة و على بقاء الأسرة على الخط للوصوب القارب إلى مكان النجاة و لعلها ربما لا تجعلنا نودع رمضان تماما و إنما نسحب رمضان معنا إلى بقية الشهر و يكون تخطيطنا كما قلنا إلى رمضان هو تخطيط للسنة هو تخطيط لأمور كامل جميل شكر الله لكم سعادة المهندس سعد بن عبد الله القرشي خبير التخطيط الاستراتيجي و الأداء المؤسسي كان حديثكم ماتع حول التخطيط لرمضان شكرا لكم و أنا أشكر لكم هذا الاستضافة و آمل أن يكون قدم شيء يعني ينفع المشاركين و المستمعين و المستمعات في الاستعدادهم لهذا الشهر أصلا الله عزيزي لنبلغنا و إياكم شهر رمضان على طاعته سبحانه و تعالى اللهم أمين مشاهدين الكرام هذا عبق رمضان و رائحته الزكية بدأت تنتشر في الآفاق كنوا قريبين من الله عز وجل استعدوا لرمضان خططوا لهذا الموسم المبارك نسأل الله عز وجل أن يبلغنا و إياكم رمضان و أن يوفقنا لصيامه و قيامه و في العمل الصالح الذي يوضيه عنا يا رب العالمين إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نستودعكم الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل نجباء ليحاور الجمهور في أحوالهم و ليسأل العلماء عما شاءوا فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء